غير غير قلوبنا غير عينينا غير نظرتنا ارفع نظرتنا من على كل أمور أرضية رب عليك إذنك سبنا معك في السماويات ادري النيران روحك فينا ادري النيران حبك في داخلنا سبنا معك في داخلنا ياسود أنت من تحب نفسي 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 نعم ريضنا تشوف حلاوي لبنا تستمتع بالحلاوي يسوع يسوع حلوي 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 ده يسوع حلوي 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 هو يسوع ده يسوع حلوي 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 ده يسوع حلوي 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 محبا 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 باتينك كل قلبي بحبك بدي لك كل عمري بحبك 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 يا ياسوب بتغير كل قلبي ياسوب بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طباتي بحبك 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 يا ياسوب بحبك بتغير كل قلبي بحبك بحبك قلب لحم من جديد بإذن يسوع بحبك بحبك يا يسوع بتغير كل قلبي بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طبعتي بحبك 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 يا يسوع نعمة إلى العرش الإلهي أي امتياز رب من سيفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح يسوع في بداية اليوم كده مجرد أقوله آبا الأب أنا جاي قدامك آبا جاي قدام أبوتك جاي قدام رحمك عهدك ونعمتك أنا جاي أتغطى جاي أفرح جاي أرفع إيماني وإيديا جاي أعلنك آبا يا رب نعظمك جدا أنك صالح لأن إلى الأبد رحمتك أي امتياز آبا تسمح لي أني حنقف قدامك ونعبدك أي امتياز يا رب نقف في زمن وفي وقت وفي مكان لكي نعلن صلاحك ونعلن أمانتك أي امتياز يا رب ننفط كل تراب وننفط كل أحمال وأسقال أي امتياز يا رب نعليك جدا علينا في هذا الزمن باسم الرب يسوع يا رب نعظمك من أجل الدعمة النزلة بنعظمك من أجل المحبة والأمانة بنعظمك من أجل الآيات والعجائب بنعظمك من أجل السماء المفتوحة والسلم ملائكة رب صاعدة ونازل على ابن الإنسان بنعظمك من أجل الدم والفدة بنعظمك يا رب من أجل حركة السماء علينا باسم الرب يسوع بتغطي بالنعمة جدا كل ضعفات بتغطي بالنعمة جدا كل الأمور يا رب نعم نعمتك تكفينا تكفينا جدا النعمة وتزداد نعمتك جدا نعمة فوق نعمة يا رب نحظمك أن النعمة كافية جدا تفاضلت نعمة ربنا مع الإيمان والمحبة فاضت جدا نعمة 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 فمدي إيدك ما هيقاعد أواقف قوله رب أسكب نعمة بشكرك نعمتك كافية نعمتك كافية نعمة أعلن كدا أن النعمة كافية تكفيك نعمة تكفيك النعمة النعمة أقوى جدا من كل أمور أخرى النعمة أقوى من الطراب النعمة أقوى من الأحزان النعمة أقوى من الضعف النعمة بتنتشر نعمة بتطلق قوة نعمة بتطلق مسحة النعمة بتطلق حضور الرب على حياتك النعمة بتعلن أحضان الآب لك نعمتك كافية جدا أبويا السماوي وبنعلن حركة نعمتك على هذا اليوم علينا على كل من يستمع أي امتياز يا رب نعلن آبا الآب أي امتياز نقول أننا جاينا نستخبى فيك يا خالق يا مصدر يا أب يا رائع أي امتياز يا رب بنأتي قد قامكم بنفتخر بإلهنا وبنعظمك باسم الرب يسوع رب بنعظمك جدا من يفتخر فليفتخر بالرب جدا حللويا مدام الرب معك فمن عليك مدام الرب لك فأنت أغنى في اسم الرب يسوع إن كان الرب لك ورب لك أعطاك ابنه كيف لا يهبك مع ابنه كل شيء رب لك في اسم الرب يسوع الزيت ربي يغطي هذا اليوم لآخر لحظة الزيت يغمر يا رب والنعمة تغمر أتى تطلق نعمة خاصة وتطلق قوة خاصة وتغطيات خاصة وفرح خاص دعم أملأ هذا اليوم فرح باسم الرب يسوع 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 باسم الرب يسع باسم الرب Ooh احسرف احسرف شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اي امتياز يا رب اي امتياز نعلن صلاحك نعلن مجدك نعلن حضورك نعلن نعمتك المنسكبة اي امتياز يا رب نوقف قدامك مخسولين بدم الحمل يسوع المسيح اي امتياز يا رب نوقف قدامك بنمتلق بالروح القدس بنمتلق بالنعمة بنمتلق بحضورك بتوقع عنا التراب بتلحس الحجارة والتراب اشكرك رب والمياه والبرودة وبتشعلنا اي امتياز ابو يا السماوي بعظمك من اكل كل حد موجود كل حد بيتفرج الان وبيسمع بشكرك ابو يا السماوي الان واي امتياز نوقف في الزمن وفي الوقت امامك في اسم الرب يسمع ما عرفش التشاعر لا بس حاسس روح نعمة روح تدرعات منسكب خد دقايق كده عظمه خد دقايق بلغتك انت سبحه ورفعه علي اطلب منه طلباتك لهذا اليوم توقعاتك هو يعمل اي او اشوائك اطلب منه ماذا تريد ان يفعل لك حاسس انو رب موجود ماذا تريد ان يفعل لك تحب يحصل اي رب عايز يسمع صوتك مش تعود انك بتحضر اجتماعات لكن قولي له اسكب قلبك اسكب روحي قدام الرب قالت حنة اسكب نفسي ايه اللي انت عايزه ايه توقعاتك ايه توقعاتك الروحية ايه توقعات لمسات الرب لك ايه اشوائك ايه نعمة اللي انت مش دائنها ايه كده ايه اللي انت حاس انك جاي عايز تعمله كمان في حضور ربنا ايه اللي انت عايز تقدمه للرب تحدث معه عظمه ورفعه علي في اسمه رب يسوع اكثر مما نطلب اكثر مما نفتكر اكثر مما نطلب النعمة كافية جدا اكثر مما نطلب اكثر مما نفتكر بحسب غنى المجد اكثر مما نطلب اكثر مما نفتكر عمق طلبك كتاب يؤدس يقول كده عمق طلبك ارفعه الافو اكثر مما نطلب اكثر مما نفتكر بحسب غنى المجد لما سيت وتغيرات بسبب صلواتك لا تقل اني ولد لا تقل اني ولد لا تقل انا صغير قاله انا دعوتك انا دعوتك من البطن قدستك من الرحم دعوتك لا تقل اني ولد تأثيرات قوية باسم الرب يسوع لاجواء لظروف لحياة لعائلات بسبب صلواتك وصلواتك باسم الرب يسوع اكثر مما نطلب اكثر مما نفتكر بحسب غنى المجد الذي لنا في المسيح يسوع في الابن الوارث كنا ابناء نحن ورثة ورثة الله في المسيح يسوع النعمة كافية جدا تكفيك نعمتي مجد يا رب 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 لكل المجد أمين 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 زيكم من هارين مرحب بكم اللي كمان جايين من حتة بعيدة بنعتزل طبعا احنا عملنا اليوم في وقت مش مناسب للجامعات وسنوية عامة بس بس في الأغلب ربنا كان عايزنا نعمل اليوم ده في الوقت ده حتى لو ما كانتش كل الجامعات خلصت إيماني كده وإحساسي إنه زي ربنا عمل لنا إحنا كمين إنه هنعمل اليوم في الوقت ده لأنه في حاجة مهمة يعني شعر في حاجة مهمة في الروح في وجودنا في محضر الرب في وقت زي كده في زمن زي كده في المكان اللي احنا وقفين فيه في بلدنا يعني ف اليوم مش هتحول إن إحنا عن البلد ما زال اليوم بكل الكلمات والمشاركات والأشخاص اللي حيشاركوا في هذا اليوم متحرك في الروح القدس بس إيماني جدا إنه إنه الزمن اللي احنا وقفينه مهم يعني مش عارف لي أنا شخصيا حاسس كده إنه مهم إن إحنا وقفين النهاردة مهم إن إحنا وقفين النهاردة قدام ربنا ده إحساسي وده إيماني وإيماني كمان إنه كل واحدة واحد فينا زي ما كنتم بصلي كده الوقت إنه ما تقولش أنا يعني عارفين الآيات دي أنا عاكيد عارفينها أنا شارك مشاركة صغيرة وبعدك حدي الميكروفون لإخواتي النهاردة مشاركات صغيرة هنخلص بسرعة هنخلص بدري يعني مش هم اجتماعين ما بينهم بريك فأشجعك إنه يعني هم اجتماعين ما بينهم بريك بس اجتماعين فيهم حاجات متنوعة أو يعني أشخاص متنوعين جوه كل اجتماع فعشانك مشاركة صغيرة قوي أرمية واحد كلكوا عارفينها عدد خمسة قبل ما صورتك من البطن عرفتك عارفينها قبل ما صورتك في البطن عرفتك يعني انت موجود قبل ما تتخلق انت تخلقت في بطن أمك بس انت موجود قبل ما تتخلق جواه قبل ما صورتك في البطن عرفتك عرفتك فانت موجود قبل ما تتخلق قبل ما خرقت من الرحم قدستك يعني انت مخصص للرب قبل ما تتولد فانت موجود قبل ما تتخلق انت مخصص قبل ما تتولد جعلتك نبيا للشعوب قال اه يا سيد اني لا اعرف ان اتكلم لأني ولد قال لي لا تقول اني ولد في لغتين هنا هو بيقول ايه وانت بتقول ايه الرمية بيقول انا ولد هو بيقول انت نبي وبالتالي معنى صغير خالص يعني معنى صغير خالص النهاردة وانت واقف وانت واقفة واحنا واقفين قدام الرب النهاردة مش بسننا مش بعددنا مش بقوتنا او بضعفنا قدستنا او عدم قدستنا اللي احنا حسين بيها وده اوعى تعيش باللي انت حسه انت بتوقف قدام الرب على حساب نعمة والنعمة دي كافية جدا ورب مش فارق عنده سن مش فارق عنده حسيس داخلية هو انت موجود فيه من قبل ما تتخلق انت مخصص لي من قبل ما تتولد وهو عنده كل مليك انت همين مش انت بتقول انا مين هو عنده كل مليك وانت رفع ايدك وانت بتصلي رفع قلبك للرب فيه تأثيرات ايماني برغم ان حنتحرك بكل حرية في الروح النهاردة انه فيه تأثيرات بتحصل في حوالينا وفينا في الزمن ده في البلد دي لانه مش صدفة ان ربنا خلانا نعمل يوم في الوقت ده في حد هنا ولا بكلم نفسي في حد هنا اوكي في حد هنا في سفر اسمه دانيال كتاب مؤدس دانيال تسعة في حاجة بتحصل في الروح من خلال وقفتنا النهاردة ومرة تانية مش فارق رب انت حاسس ايه او انت بتقول طب احنا انا يعني عادي لا القصة مش العادي القصة مش اي حاجة القصة ليها علاقة بانه رب بيوقف ناس قدهمه في زمن بيوقفوا قدهمه في الروح بيوقفوا قدهمه في النعمة رفعين ايادي طاهرة وفي حاجة بتحصل على حياته دانيال تسعة دانيال نسوف لدانيال معروف بس حقر معاني صغيرة في السنة الاولى لداريوس ابن احشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانين في السنة الاولى لداريوس ابن احشويرش من نسل الماديين ملكة على مملكة الكلدانين في السنة الاولى من ملكه انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الارمية لكمالة سبعين سنة يعني نهاية سابي على خراب وقرشري فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة تدرعات صوم مسح ورمض صليت الى الرب الهي اعترفت قلت ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه ويكمل الصلاة بتاعته في صحة 9 انا هقف هنا معاني صغيرة ومعاني صغيرة كلكم عارفين القصة انا بعمل مقدمة بس كا صغيرة اربع شباب وممالك اتغيرت وتقرأ كده داريوس ابن احشاويرش نسل الماديين على مملكة الكلدانيين بس الاربع شباب دولة مش بعددهم مش ب مش بأي حاجة لكن لما تقرأ القصة تجد هما كأنهم هما اللي بيأثروا في الاحداث مش نبو خزنصر مش بلد شصر مش داريوس مش احشاويرش لكن الاربع دولة بيأثروا في الاحداث ومرتين انا بشارك ده عشان اقول انا قلت من ثواني اربعة زيينة بيأثروا في الاحداث في وقفتهم قدام الرب نهاردة كأنك جاي تحضر اجتماع على شأنك بس كأن الرب عمل لك كمين يقول لك انا اصلا كنت عايزك كنت عايزك توقفي قدامي وترفع ايديك وتقولوا انا بحبك يا رب بس ده اللي انا عايزه منك لانا اكيد سوري لانه الحقيقة اللي بتحصل لما بتوقف قدام الرب وتقوله بحبك رب يجد مجال لي انه ينسكب عليك ومن خلالك على الارض اللي انت واقف عليها دورك في بعض احيان كتير انك توقف مجرد تقوله بحبك توقف مجرد تقوله بعبودك انت صالح اول حاجة بتداها قاله كده انت حافظ العهد انت مهوب عظيم مهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيك في حاجة بتحصل لما لما قال لي بطرس بتحبني اه بحبك في حاجة بتحصل في حضور ربنا وفي سكيب ربنا عليك وعلى اجوائك لما توقف قدامه في هذا الوقت وتقوله بحبك لان القصة مش بالعدد كانوا اربعة القصة مش باي حاجة لكن القصة بحاجة محددة كل مرة بسوا الاربعة دولة كان فيه صفات صغيرة حصلة فيهم بس اوضح صفة انه كل تحدي كان يقوموا فاتحين الشباك رفعين للسمى مصليين في كل تحدي في حاجة في حاجة بتنفتح كده نهاردة الشباك هو ده هو القفص الصدري بتاعك تقوموا انفتح القفص الصدري بتاعك وقلبك يبتدي يصلي ده اللي بيحصل كل حاجة دولة دولة اربعة في وسط ممالك لكن في حاجة حقيقة في تراب علينا في احداث في مش عارف ايه في ايه ويقوم فاتح قلب بيقوم مصلي طب انا مش نافع انا ضعيف انا جاي متلخبط انا هو حط جواك الابدية في قلبك حتى لو انت حسنك ضعيف حط جواك الابدية جعل الابدية في قلبه تقول لي بس انا مهزوم في مواضيع معينة بس انا مضطرب لمواضيع معينة بس انا جاي فيه ابدية في قلبك بتاخد هزمتك وتقوم محطاها قدام الرب فالابدية تقوم كسرة الهزيمة فيه ابدية في قلبك بتاخد قلبك وتقوم حط الحيرة والكسرة والهزيمة وكل حاجة وتقوم حطاها قدام الرب والابدية تقوم كسرة ده في حاجة بتحصل الاربعة دولة لما كان قالوا محدش يطلب حاجة الا من الملك ام دانيال ببساطة فتح الشباك ونظر إلى أورشاليم كما يصلك عدتك تب مؤدس يقول كده ثلاث مرات في اليوم ده الطبيعي بتاعه الطبيعي بتاعه فالملاك الرب نزل سد فم الأسد في حاجة بتحصل في حاجة بتحصل آه لأن الأربعة كمان مش متلوسين بالجو العام بمعنى إيه مش إنه ما فيوش خطية بالمعنى إنه هم الشارع بياكل إيه هم ما بياكلوش اللي بياكلوا الشارع أنت معروض أكل ليك مختلف عن أكل الشارع الشارع بياكل خوف الشارع بياكل اضطراب الشارع بياكل حاجات كثيرة قوي بس المعروض ليك أكل مختلف والأكل المعروض ليك بيخليك تلمع أكتر من باقي الشباب مكتوب كده إنه لما نظروا إليهم وجدوهم أكثر فتنة في دانيال واحد نظروا إليهم فوجدوهم عشر أضعاف في عدد 18 عند نهاية الأيام نتيقال الملك أن يدخلوهم بعدها أتى بهم رئيس الخسيان إلى أمام نبو خزنصر كلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا ميشاقيل وعذاريا إلى أربعة فوقفوا أدمام الملك في كل أمر حكمة فهم سألهم عنه الملك وجدهم عشر أضعاف فوق كل المجوز والصحراء الذين فيه مملكته ليه؟ لأنهم بيأكلوا أكل مختلف طولي بس أنا بيأكل من الشارع في بعض أحيان وقال لك آه عشان كده معادتك بتوجعك لكن 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 معروض ليك برغم أنك في بعض أحيان وكلنا في بعض إحنا بناكل من الشارع تفهمين طبعا أنا بتكلم على إيه أكل الشارع برغم أن إحنا في بعض إحنا بناكل من الشارع معروض ليك صفرة تانية فيها أكل تاني ولو كلت منه مش بس معادتك بتخف من أكل الشارع لكن أنت كل حاجة في حياتك بتنور الكسرة والهزيمة والضعف والحيرة والأخبطة والكعبشة وكل حاجة في شبابك بتنور لأنه الأكل اللي أنت بتاكله في المائدة اللي هو بيعدها ليك مختلفة تماما فقالوهم بص الأربعة قالوا كده لنبوخة زنصر عايز تغير قسمين غيرها عايز تعلمنا لغة الكلدانين عايز تعرفنا أنتوا عارفين أنهما كانوا عارفين عارفين إزاي السحر بتعمل كنوش بعملوا سحر عارفين السحر بيعملوا إيه هما تعلموا كل حاجة في الكلدانين أن الأربع أسماء بالمناسبة الأربع أسماء اللي تغيرت من أسمائهم العبري إلى أسماء كلدانية هي أربع آلهة كلدانين فتسموا بأسماء لها ما عندناش مشكلة بس مش هناكل من الشارع يعني عندناش مشكلة تأم يعني أوكي بس مش هناكل من قطيب الملك مش هناكل من أكل الشارع هناكل هناكل من قدام الرب في حاجة مختلفة ففي فالقصة مش أنت حاسس بإيه القصة إنك واقف قدام الرب فاتح صدرك قدام الرب عارف إنه دعاك إنت موجود من قبل ما تدخل إنت مخصص من قبل ما تتولد هو عنده ليك إنت مين غير اللي إنت بتقوله عن نفسك إنت مين فبتوقف قدام الرب مدرك أنا قدام الرب في حاجة بتتغير في حياتي فبفتح قلبي وفتحيني النفذة ونظرين يوموا لا مش هناكل من الشارع وثالث حاجة سوف مشهورة عنهم إنهم كانوا بيرفضوا إنهم ينحنوا قدام أي حاجة تاني لما عملت المثال قالوا كده يوجد لنا إله نعبده ليس لك أن نجيبك في هذا الأمر طب سجده هديك فرصة تانية سجده نو لا طب أوكي أتوه النار أوكي في شبيه ابن الأليهة بتحرك معهم واختم بالحتة دي في دانيال ثلاثة اجتمعت المر عدد سبع وعشرين اجتمعت المرازبة والشحن والولاوة ومشير الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أكسامهم شعر من رؤوسهم لم تحترق سرويلهم لم تتغير رائحة النار لم تأتي عليهم أجاب نبو خزنصر وقال تبارك إلى شدرخ وميشخ وعبدناه الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكهلوا عليه غيروا كلمة الملك غيروا كلمة الملك وأسلموا أكسادهم لكلا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم فمني قد صدر أمر كل شعب وأمة ولسان يتكلم بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد إنهغوه فإنهم يسرون أرباباً تجعل بيوتهم مذبلة أنا مش عارف أن أبو خزنصر إزاي استحمل أو أنا عارف إزاي استحمل ما يبقاش مؤمن أقول لكم ليه أنا عارف وأنا عارف لأنهم ما كانش ينفع يعبد الرب لأن موقعه كقائد ما كانش ينفع يعبد الرب بس اللي حصل في حياتنا أبو خزنصر وكلماتنا أبو خزنصر بتعلن جداً إيمان قلبه عارفين ترنيمة الآيات والعجائب التي تنعها مع الرب العلي هو اللي كتبها أبو خزنصر في أربعة مؤثرين جداً وده لنا جوايا وده لنا خلصت ده لجوايا نهاردة وقفتنا قدام الرب حاس أن هنفرح حاس أن هنسبح بفرح حاس أنه رب هايسك بروح فرح روح إيمان حاسس كده الرب في حاجة مبهجة الرب عايز يسكبها من قلب الآب لكل واحدة وواحد فينا يعني القصة مش بعددنا القصة مش بتقوانا القصة مش بشكلنا لكن القصة حصلة بسبب وقفتنا قدام الرب يقوله بنحبك أنت صالح في حاجة بتحصل في الأجواء في حاجة مؤثرة بتحصل في الأجواء أمين واللي حصل مع الأربعة فتية دولة حصل معنا معروض ليك أكل مختلف معروض ليك أكل مختلف أنت بتفتح قلبك وبتصلي للرب وإنت رافض أنك تسجد لإله آخر في أربعة فتية هنا ولأنك بتاكل بتاكل من وجبة أخرى ولأنك ما بتسجدش لإله آخر ولأنك بتفتح قلبك وتصلي التأثيرات بتحصل لأنه ده ميراث الأربعة فتية ده ميراث الأربعة شبان اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت أمين أمين عليلويا أنا كنت خلصت شكرا